تشغيله والآن فعلا المشروع في أقل من 6 أشهر الآن الإصلاف بتاعه أكثر من 16 موظف والآن نحن خلاص على حتاب تعيين مدير التنفيذ بلغة القطارف الآن يعني هو موجود عند قدامكم ففعلا نحن جادين جدا صراحة في الموضوع هذا الشيء الثاني أنه مشروع دولي فعلا لأنه المشروع نفسه حسب بنود المعلوماتية أو غطاء المعلوماتية المجاز من المجلس الغومي للتغطية الاستراتيجي وما عندهم 56 بنت المشروع يحقق فيه 37 بنت يعني أكثر من نصف بكثير وفعلا الآن المشروع هو ناشون الانشو ونحن قعدنا معهم أكثر من مرة واجتماعنا معهم أكثر من مرة والآن المشروع في فكرة أنه يقدم أنه يطلع بغرار من المجلس الوزراء أو يطلع بتشريح حتى أيضا زي التعليم التغني من المجلس الوطني والمشروع فينا المشروع دولي الشيء الثاني يأكيد في غطاء خاص يعني الآن أنا معز تكلم طبعا أنا هنا في المشروع لا أستطيع أن أتكلم باسمها وهي غملة الصلاة ولا أستطيع أن أتكلم باسم سوداتيل لكن أنا أقول بأن قوة المشروع كما قال سعادة الوزر أنه هم المؤسسين للمشروع إذا نتكلم على الإنترنت نحن نتكلم كسوداتيل نقلع على الكرافيتة ونلبس جنس ونشتغل كم المهندسين عن سوداتيل فعلا حقيقة هذه فلسفة المشروع عن كلمة وزارة تعليم عام ونحن نرى وزارة تعليم عام باستمرار بنفس حكاية نمشي ونقعد 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 لأنه ما ينفع أن ننتظر تماما المشروع نحن الآن مدام المشروع فعلا بنفذ الإسراطية الدولة في هذه الأمر والآن ساعة الوزيرة عوضه في مجلس الإدارة ويقعدوا في اجتمع مجلس الإدارة بكل تجرط من قصة أنه وزارة ويقعدوا كما قالوا في الأرض ويفكروا في المشروع كيف يمشونها وهنات أفعل جدية أن البرجك ت تكون في نهضة تكنولوجية وهو أيضا المزوم من النهضة التكنولوجية في البلد فهناه شيئا مهمة جدا أنه في سنة حكومة وفي غطاء خاص متفهم ويجب أن يستثمر في التعليم التكنولوجي أنا أريد أن أقول لا استثمر في التعليم التكنولوجي ليس فلوس يعني أنه يوجد فلوس ويجب أن يوجد استثمر المصادر الكثير وكل مرة تزيد وكما أكيد أن يكون لديه الإصافة وكل مرة الآن المشروع تكليفت 25 مليون دولار وقعنا له عقدي مع شركة ممولة مع شركة السودانية للإنترنت تكون مخفضة جدا للبطوب خاص للمعلمين ونحن نريد أن نتحدث في الإعلام بالبطوب خاص معين كل مرة لأنه تردد فنحن الآن خلاص فتحنا الإحتماط أو الشركة فتحت الإحتماط وسلمنا صورة منه والآن نحن في أحتاب نسلم أول دفعة نموذج لدعم المعلمين بالنسبة للبطوب يعني نسلمنا الدولة الإدامية مختلفة هي المشروع التعليم التقليمية في السودان في ظل ترطي انتقالة الغيوم والتكتولوجيا والأيوم المارك والطفل التنمية الهائلة التي يدور رحها في السودان وردت على هذه الأولاد بلغة العامل ما هو السؤال؟ كيف يتعاير وينبغي لكم تحليم تقربة مشروع التقليم التقليمي في السودان مع الأخصى في الاعتبار ووضع شراكة السكية مع الدهاز بذات الإخطاع الساس حنيز الآن استثناء بسرعة مدينة الجراري التقليمية والتي تتنفزه في متصرب عمر الزمان وبدأ الفعاليات في رعاة الزمير محمد صلى الله عليه وسلم محور السؤال كيف وبماذا يتسنى لكم أعادي عمان خطرات كومية وبناء الهدرات وناء البعلومات الترى وتركيز ذلك لكافة أهل السودان محور السؤال الثالث والأخير في ظل التكنولوجيا وشفكة المعلمات الدولية والفضاءات المفتوحة كيف يتعين لكم تم استكمال الرهضة والتنمية الشئية للمستدامة المتاحة المنداحة للتعليم والتعلم والتطريب المستمر لبواكبة العصف في شعر العلوم والتكنولوجيا ومن ثم وزارة العلوم التكنولوجيا لجحة إضافة ورطع الرغيب في هذا الشام ومزيد من التبتل والإستهال للمشروع للسودان الحرب الأقين شكرا للإزباع والحبور والتنمية من الخبرات المحلية نحن عندنا مجلس استشاري المجلس استشاري للمشروع نحن كشباب إذا حصل الإدارة التنفيذية كلها شباب صراحة لو دخلوا الويبسايت ستجدوا ما هو مشروع لأن الويبسايت في التصل بنا يتلقى إيميل لكل المجلس إدارة والمجلس الاستشاري واللنية التنفيذية والإدارة التنفيذية الخبرات التي نستفيد منها نحن الآن كإدارة تنفيذية لا نستطيع أن نمضي في أي مشروع أو أي برنامج للمشروع ما لم نغنع عن المجلس الاستشاري والمجلس الاستشاري من المشروع رئيسه البروفيسير عزيدي محمد عثمان خبير الوطني في التصالات والمعلومات وشخصية معروفة وكان مدجي عن السودان سابقا مثال أيضا مولانا خلف الله الرشيد رئيس الغضاء الأسبق ماسك الدائرة الغانونية دكتور أسامر رئيس مدير عام مدينة فريقة التكنولوجية هو دائرة المشروعات وهكذا المشروع فلسفته وإستراتيجيته وتكوينه مبني على أساس أنه فعلا مشروع دولة صحيح القالب هو معمول بالشكل دي لكن بعد ذلك أثناء الشغل من مشروع لمشروع بتصهر النتائج وبتصهر فعلا دورهم يعني مثال بسيط أنا مبارح كنت مجتمع مع دكتور عز الدين كامل أمين ويتكلم على النفاذ الشامل بالنسبة للإنترنت والإنترنت المجاني للمدارس وغيره فأنا كنت مع صورة عصرة رهيبة جدا منه صراحة لكن استفيدت جدا منه وهو كذلك استفاد وعرف لأنه كان بعض المعنوات عندهم بطريقة خاطئة وهو من المؤسسين فعلا نفس الحكاية جيت في ميت لموضوع الإنترنت مع الناس السوداني نفس الحكاية قاعدنا نفكر كسوداني ففعلا المشروع الآن هو جهة تنسيغية وأيضا بتكون جهة تنفيذية مع الجهة الأصلا صاحبة الأصل في العمل إن كانت وزارة أو إن كانت شركة أما ما يتعلق بسجمال النهضة فالسؤال لا أعتقد للسيدة الوزير ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع